الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الثانية عشر من مارس تطورات هامة وخطيرة القوات الروسية تواصل التقدم في عدد من الجبهات سيطرت على إحدى القرى إضافة إلى ذلك سأتحدث عن المعركة التي حصلت على الحدود الروسية الأوكرانية خلال الهجوم الذي شلته القوات الأوكرانية فجرا باتجاه روسيا سنبدأ مباشرة من جبهات دونياتسك ولكن قبل ذلك أتمنى من حضرتكم والانضمام إلى القناة ولا تنسوا متابعة القناة دوما وتفعيل جرس التنبيهات ومشاركة الفيديو لينضم أصدقائكم إلينا في اتجاه نيفلسكوي استطاعت القوات الروسية بعد تقدم صباحي طبعا نيفلسكوي تقع في هذه الأجزاء من دونياتسك في محيط المدينة مباشرة إلى الجهة الغربية استطاعت القوات الروسية السيطرة على كامل القرية حسب ما أفادت القوات أو وزارة الدفاع الروسية تقدمت بعمق 1.32 كم بامتداد 1.48 كم وسيطرت على كامل القرية طبعا هذا التقدم يأتي بعد تقدم صباحي سيطرت به القوات الروسية على هذه المنطقة حتى لحظة لا صور لا فيديوهات حول السيطرة الروسية ولكن وزارة الدفاع الروسية عانت السيطرة الكاملة وتراجع القوات الأوكرانية إلى المحيط طبعا قد تعمد القوات الأوكرانية لاستعادة هذه القرية لأهميتها فكما تشاهدون نيفلسكوي تبعد نحو 5 كم إلى جهة تبعد عن كراسنوريفكا إضافة إلى ذلك موقع نيفلسكوي هام جدا بالنسبة إلى بيرفو مويسكي ستسعى القوات الروسية لحصار القوات الأوكرانية الموجودة هنا بشكل كامل في هذه البقعة طبعا المسافة بين هذه المنطقة وهذه المنطقة يبلغ نحو 3 كم ونصف وبالتالي القوات الأوكرانية أمام خيارين إما القطال والمواجعة وإما استعادة نيفلسكوي وإما الانطرار للتراجع إلى الخلف كي لا تقع في طوقن روسي في كامل هذه المنطقة طبعا تشاهدون التشكيلات العسكرية المنتشرة في كامل هذه المنطقة لكل الطرفين من سواء الروسية أم الأوكرانية وهذا ما قلته لكم سابقا يميز القناة التي تنشر تفاصيل عسكرية والتشكيلات العسكرية التي لا يعرضها أحد إضافة إلى ذلك طبعا باتجاه نيفلسكوي خليفكا أحرزت القوات الروسية تقدما إضافيا في الأجزاء الشمالية الشرقية فصباحا سيطرت على موقع الكتيبة الثالثة لوقت سبعين في هذه المنطقة ومع ساعات الظهر استطاعت التقدم بعمق 470 مترا وبعرض 190 مترا والسيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون القوات الروسية تقوم بعمل في محاولة تحسين موقع في الأجزاء الشرقية بشكل كامل وحصم السيطرة والتفرغ للعمل باتجاه الجهة الغربية من البلدة طبعا الجهة الغربية القوات الأوكرانية تعزز السيطرة هناك تقوم بتدعيم موقع في محاولة لمنع المعركة من الوصول لبالسكوفيفكا وكوستانتينيفكا إضافة إلى ذلك تستمر محاولات القوات الروسية لاستهداف كامل النشاط الأوكراني في هذه المنطقة ستحدث أيضا عن ضربات الروسية للتالت معركة أوكرانية لاحقا هذا الظهر إضافة إلى ذلك العمليات العسكرية الروسية مستمرة باتجاه بابيدا إذن نحن نتحدث عن جبهة دانياتسك 11 بلدة وقرية تشتبك بها القوات الروسية مع القوات الأوكرانية القوات الروسية باتت تسيطر على أثنتين بابيدا في هذه المنطقة ونيفليسكوي في هذه المنطقة بابيدا تساعد القوات الروسية في العمل باتجاه نوفامير خيليفكا في هذا الاتجاه وطبعا باتجاه محيط مارينكا على هذا النحو وأيضا نيفليسكوي تساعد كما أشارنا في وقت صابق باتجاه كراس نوريفكا وباتجاه بيرفو مويسكي أما التقدم الثالث القوات الروسية فكان في اتجاه تورينكي استطاعت القوات الروسية عبور الغابات حزام الغابات هذا عبرته القوات الروسية طبعا هذا الحزام يمتد على 840 مترا وتقدمت بعمق 57 مترا طبعا قد تبدو للبعض مساحة ضئيلة ولكن القوات الروسية ثبتت سيطرتها هنا تقوم بعانية قصف كبيرة وبالتالي حين تقوم القوات بعانية قصف كبيرة وهائلة ليمكن للقوات الاقتحام في نفس الوقت كي لا تتأذى اشتباكات مستمرة في هذا الاتجاه تحاول القوات الروسية حسم ملف تورينكي ولكن كما اشرت في الفيديو الصباحي وهنا اشدد واطلب من حضرتكم دوما مشاهدة جميع الفيديوهات كي لايضطر لتكرار الكلام كي تشاهدوا دوما ما انشره هذه المنطقة صباحا استقدمت القوات الاوكرانية ثلاثة كتائب تتبع احداها للواء 25 واثنتين تتبعا للواء 61 استقدمتوا الى هنا لتعزيز القوات الاوكرانية ومنع القوات الروسية من احراز اي تقدم اما المعارك في اتجاه اورليفكا فهي مستمرة اضافة لذلك احرزت القوات الروسية تقدم في الصباح صبق ونشرته بامكانكم العودة الى الفيديو الصباحي العمليات مستمرة هنا بشكل كبير ولكن هنا اريد ان احدثكم عن معلومة هامة اللواء 47 معروف بانتلاكه احدث الدبابات احدث الايتاد يمكن قول تم رفضه كثيرا بالجنود والخبرات وغيرها من الامور ولكن مشكلته انه تم تغيير قيادته كان قائده الحالي هو قائد اللواء 128 سابقا وتم وضعه في قيادة اللواء 47 وبالتالي لم يعرف كيف يتعامل مع هذا اللواء ومعداته لذلك اقول لكم الحرب لا تعتمد دوما على العتاد او على خبرات الجنود او التحصينات او الامدادات فقط انما هي معركة عقول معركة ادارة لهذه الحرب او هذه المعركة وهذا ما يحصل حاليا مع اللواء 47 الاوكراني كما تشاهدون منذ سيطرة الروس على ابديفكا هناك خسائر فادحة في صفوف القوات الاوكرانية جرى استنزافها نتيجة خطة عامة ونتيجة خطة خاصة بكل نواء يعني يتصرف قائدها كما يحلو لها اذا هذا فيما يحصل في اتجاه برديتشي حيث يستلم اللواء 47 زمامة الامور والمبادرة في هذه المنطقة يحاول دوما الهجوم ولكن هذه الهجمات لم تنجح باستعادة القرية حتى الآن ضغط كروسي كبير متواصل في محاولة تقدم باتجاه اوشاريتيني ولكن حتى اللحظة لا جديد لا تفاصيل اضافية تستمر المعارك بين الوحدات الروسية والوحدات الاوكرانية ولا نسمح لي ان انتقل مباشرة باتجاه منطقة خاركيف الى الحدود الروسية الاوكرانية حيث دارت اشتباكاتها الاعنف بين القوات الروسية والاوكرانية منذ فترة حاولت القوات الاوكرانية الهجوم باتجاه عدة محاور باتجاه هذه المنطقة نيفي نيخوتيفكا وباتجاه هذه المنطقة وباتجاه هذه المنطقة وايضا باتجاه التدكينو في منطقة كورسك قامت القوات الروسية الاوكرانية بالهجوم في هذه المنطقة تم تدمير عدد من المركبات والاليات القوات الاوكرانية لم يسمح لها بعبور الحدود القوات الروسية قصفتها بقوة بهذا الاتجاه اضافة الى ذلك في هذه المنطقة انطلقت القوات الاوكرانية لمهاجمة الحدود الروسية ولكن أيضا تمرصدها واستهدافها نحو 50 شخصا ولكن لم يتم تدمير آليات في هذا الاتجاه أيضا الاتجاه الثالث كان في اتجاه هذه المنطقة كان هناك أيضا تدمير المركبات للقوات الأوكرانية التي انطلقت لدخول هذه المنطقة معركة كبيرة طالت كثير من المنازل في اتجاه روسيا كانت تضررت عديد من المنازل ولكن نتيجة ذلك قامت القوات الجوية الروسية على كامل هذا الانتداد تحديدنا في اتجاه تدكينو هنا قامت القوات الروسية باستهداف كامل من سومي وصولا إلى خاركيف باستهداف المواقع الأوكرانية إضافة إلى ذلك تعرض أحد المطارات في هذه المنطقة في محيط خاركيف إلى ضربة كبيرة طالت مواقع القوات الأوكرانية هنا انطلاق من هذا المطار يتم تسير طائرات بدون طيار وعدد من الأهداف أو العمليات الأخرى إضافة إلى ذلك تم تدميرها بصاروخين باليستيين الثالث أصاب طائرة مفتوحة طبعا إضافة إلى ذلك كان يوجد طائرات من طراز ميتميني تحديدا كانت تقدمان الدعم الجوي بشكل للمجموعات الأوكرانية في اتجاه خاركيف إذن هذا من الهجوم لم يكن محصورا فقط بالقوات البرية كان هناك طائرات من طراز ميتميني أوكرانية تحاول مساندة القوات على الأرض أحبائي هذا فيما يتعلق بهذه الضربات أيضا في اتجاه مواقع أخرى كان هناك ضربات روسية باتجاه سريدوفي سريدوفي التي أعلامها الجميع هي قريبة من بوكروفاسك قريبة من خط أفدييفكا قامت القوات الروسية باستهداف موقعين للأوكران نقطة للدعم اللوجستي هنا ونقطة انتشار مؤقت كان هناك دمار في المركبات والأليات الأوكرانية كذلك في إصابة وقت العدد من الجنود إذن المعارك متواصلة في اتجاه أفدييفكا ننتظر ما سيحصل إضافة نتركب ما الذي سيحصل في اتجاه إيفانيفيسكي في محور أو قطاع بخمط إضافة إلى ذلك القوات الروسية تشن هجوما باتجاه شمال قطاع بخمط ننتظر حتى الغد ما الذي سيحصل حتى ذاك الحين أتمنى من حضرتكم متابعة القناة دعوة أصدقائكم فعلوا جرس التنبيئات الفيديوهات لن تظهر للجميع لذلك رجاء فعلوا جرس التنبيئات وانضموا لقناة التليجرام سأضع الرابط في التعليقات وأريد أن أشكركم دوما على كامل محبتكم متابعتكم وثقاتكم وإلى اللقاء بفيديو آخر ترجمة نانسي قنقر